A modal verb فعل المودل A modal verb هو نوع من أنواع الأفعال تشير إلى القدرة أو الطلب أو التحمل أو النصيحة أو الإمكانية إلى آخرين للمودل verb قوانين من بعض هذه القوانين أو أهم هذه القوانين هي واحد فعل المودل يبقى مثل ما هو من دون تغيير يعني مثلا He can come tomorrow if you like إذا تعرف subject verb agreement فأنت تعرف أنه إذا كان subject اللي هو الهي طرف ثالث مفرد فلازم نضع حرف S بعد الفعل ولكن هنا ما نضع حرف S لأن الكان هو modal verb فيبقى لأن الفعل الرئيسي هو come فيبقى لكان مثل ما هو He can come tomorrow if you like ثنيا الفعل الذي يتبع فعل المودل يبقى مثل ما هو من دون تغيير إذا حتى الفعل come يبقى مثل ما هو من دون أي تغيير فتبقى مثل ما هي He can come ثلاثة نستعمل not في حالة النفي في حالة النفي نستعمل not مثلا He cannot come tomorrow هو لا يستطيع أن يأتي فنضع not بعد المودل للنفي لا نستعمل أفعال في النفي مع فعل المودل مثل don't, doesn't, isn't, aren't, wasn't, won't مثلا He would doesn't come tomorrow فتكون الجملة خاطئة فالجملة الصحية هي He would not come tomorrow أنا ما راح أشرح القوانين وحدة بوحدة أو أعطي تفاصيل وبعضين أمثلة راح أجيب أمثلة عن كل المودل فرب ومن خلال طرح الأمثلة راح أتكلم على القوانين فالأهم أنه تعرف أن تنطق وتستعمل المودل فرب وليس أن تحفظ القوانين مثل الأكسنت لما أنت تفكر بالأكسنت راح تفكر بطريقة النطق الصحيحة وبالأخير ما راح تنطق أفعال المودل هي can, could, may, might, must, will, would, shall, should ought to had better have to وبعض الأحيان need, dare أمثلة Can I come with you tomorrow? هل يمكنني أنا أتي معك غدا؟ إذن ال can هي للقدرة I can come with you tomorrow يمكنني أنا أتي معك غدا I can not come with you tomorrow لا يمكنني أنا أتي معك غدا Could you give me the cup؟ هل يمكنك أن تعطيني القدح؟ I could come with you if you like أنا أستطيع أن أتي معك إذا أحببت I could not come because of the traffic لا يمكنني نمجي بسبب الإزدحامات نلاحظ هنا الكود والكان نفس الشي ما تختلف ولكن الفرق أنه ال can تستعمل بالكلام بأي مكان وال could للpolite الكود يعني للpolite يعني السؤال بأدب وال can نقدر نستعملها للمستقبل والحاضر وال could نستعملها للحاضر وللماضي مثلا إذا أنا قلت I cannot come because of the traffic لأن أنا قلت could معناته هذه الجملة بالماضي أنا لم أستطيع أن أأتي بسبب الإزدحامات يعني هذا الشيء بالماضي لكن إذا قلنا I cannot come because of the traffic راح تكون بالمستقبل أنا لا أستطيع أن أأتي بسبب الإزدحامات May I come with you هل يمكنني أن أأتي معك للطلب يعني تطلب من شخص هل يمكنني أن أأتي معك I may come late to you هنا أنا يمكن أن يأتي متأخر ولكن بصيغة الطلب يعني مثل تقول أنا راح أتجي متأخر ولكن باحترام I may not go to school من الممكن أن لا أذهب للمدرسة I might regret this might يعني يمكن أنا يمكن أن أندم على هذا الشيء He might not be the right one يمكن بأنه ليس الشخص المناسب وهنا أنا مو معناته يمكن بقدر ما معناته أنا أعتقد مثل أنا أعتقد أنه ليس الشخص المناسب وما أعتقد might تستعمل للسؤال أو يمكن تستعمل بس أنه ما أعتقد مفيدة أو ما أعتقد أن تستعمل أبدا You must go to work now Must يعني واجب من الواجب يعني شيء حتمي She must not go to London يعني من الواجب عليها أن لا تذهب إلى لندن Will they come back? هل سيأتون؟ أو هل سيرجعون؟ They will come back هم سيرجعون؟ They will not come back سوف لن يعودوا طبعا الول سهلة سوف Would you study math? هل ستدرس الرياضيات؟ I would love to study math أنا أحب أن أدرس الرياضيات Would يعني مثل أنا أحب هذا الشيء محبوب إلي They would not study math هم لا يحبون أن يدرسوا الرياضيات أو هما لن يدرسوا يعني إذا بدأ يدهم هما يحبون أن لا يدرسوا الرياضيات Shall we go? Shall we go جملة مهمة اكتبها عندك لأن تستعملها من الممكن أن تستعملها في كثير من الأحيان Shall we go? يعني هل نذهب؟ I shall be there tomorrow يعني مثل يجب علي أن أكون هناك غدا I shall not fail the class يجب أن لا أسقط في الصف Shall بها شيء حلو أنه قريب على إن شاء الله يعني شونا عدنا بالعربي إن شاء الله سأذهب أو هل سنذهب؟ أو إن شاء الله أنا لن أرسب فيها الصف فال Shall قريب على إن شاء الله فإذا أحفظتها بهذا الشكل ما راح تنساها فدعما من شيء أنت تسأل أنه تريد سوي وتتمنى أنه يصير تستعمل لل Shall مثلا إذا قلت له واحد Shall we go؟ فأنت ما تسأله بقدر ما أنت تتمنى أن يذهبوا إياك فأنت قلت له Shall we go؟ يعني خلي الروح Should he eat the pizza؟ هل يجب عليه أن يأكل البيتزا؟ Should يعني مثل الواجب I should study math harder يجب علي أن أدرس الرياضيات بشدة أو harder يعني بجد harder يعني جهد أكثر الhard مو هنا يعني ما تعني شيء صلب تعرف أنه الhard يعني شيء صلب ولكن hard بنفس الوقت تيجي أنه بجد harder بجهد أو بجد أو بجهد أكثر They should not stay here هما يجب أن لا يبقون هنا أو هناك They're هناك Ought she to call the police Ought to من المو دل فرب اللي ما تستعمل كثيراً ومن الصعوبة فهمها لكن إذا فهمت هذه ثلاث كلمات ثلاث جمل راح تعرفوا شون تستعملها Ought she to call the police يعني هل كان من المفترض أن تتصل في الشرطة She ought to call the police كان يجب أن تتصل في الشرطة You ought not to be late طبعاً هاي you ought not to be late دعم نسمع بالأفلام القديمة أو باللغة البريطانية يجب أن لا تتأخر أو من الأفضل لك أن لا تتأخر Had she better call the police Had better تقريباً قريباً على الآد 2 يعني هل كان من الأفضل أن تتصل في الشرطة She had better go to her house كان من الأفضل أن تذهب إلى بيتها They had better not stay in the park كان من الأفضل أن لا يبقوا في الحديقة لما نشوفها تقول أنه من الأصح أن نضع to قبل ال stay ولكن من الغلط أن نضع أن نغير بالفعل مثل ما عرفني فالفعل يبقى مثل ما هو تبقى الجملة مثل ما هي They had better not stay in the park Do we have to be in the field هل يجب علينا أن نكون في الملعب We have to be in the field يجب علينا أن نكون في الملعب We don't have to be in the field مو لازم أن نكون في الملعب لاحظ هنا don't نحن قلنا بالقوانين أنه لا نستعمل أفعال في الملعب مثل don't doesn't isn't ولكن هنا استعملنا don't لماذا؟ لأن ال have to هو الوحيد بالموديل البرب الرئيسية اللي نقدر نستعمله كذلك ال need وال dare لكن ال need والدير هي أفعال مرئيسية أفعال موديل فرعية Need we write this down هل يجب أن نكتب هذا We need to write this down نريد أن نكتب هذا أو يجب أن نكتب هذا I don't need to drive the car أنا لا أريد أن أقود السيارة Dare anyone come with me dare هنا مثل التحدي يعني أنت تتحدى واحد فتكلم مثلا dare anyone come with me يعني أنت تطلب من عندهم لكن بصيغة التحدي أو I dare you I dare you هم تكتبها لأن مهمة ودائما ما تستعمل I dare you أتحداك واللاحظ هنا dare تستعمل كمودل فرب نفس الكلمة ونفس الكلمة كفعل فالدير هو أنا هو المودل فرب وهو الفرب الرئيسي للجملة He doesn't dare come here هو لا يجر أن يأتي هنا فهنا doesn't dare هو لن يتحدى فتجي مثل هو لا يجر أن يأتي إلى هنا No one dare to come here هي نفس هي ولكن no one dare يعني لا أحد يتحدى إذا يكون لا أحد يتحدى أن يأتي هنا No one dare نفس هي He doesn't dare لأن بالحالتين لن يأتي أحد أو لن يتحدى أحد مقولة كلش حلوة Done is better than perfect يعني الشيء المنجز هو أحسن من الشيء المثالي فأنت بعض الأحيان تحب أن تكون لغتك مثالية أو الشيء اللي جاي تسوي يكون مثالي ولكن بأكثر الأحيان إذا ردت تفعل أو ردت تسوي هذا الشيء راح تتأخر وراح ما تنجز هذا الشيء فالdone is better than perfect يعني إذا تنجز هذا الشيء فيكون أفضل من الشيء المثالي أو مثل ما يقول Nike Just do it فقط افعلها فخاصة اللغة لا تحتمد على هذا القواعد المملئ والقواعد اللي صعب اللغة فقط تكلم اللغة وكتب اللغة كان وياكم محمود على البرهين دائما شكراً للمشاهدة واليوم شكراً إلى الاستماع شكراً للمشاهدة